كابتن أبو العيلة روح معاك لفريق طلاقة على الجيش يعني فيه انتفاضة بيعيشة فريق طلاقة على الجيش مع كابتن عبد الحميد باسيوني الفوز على الإسماعيل من نتيجة هدف مقابل لشيء الفوز على سموحة من نتيجة هدفين مقابل لشيء ورغم كده بيودع مستبقة كاس مصر أمام فريق البنك الأهلي بركلات الترجيع من وجهة نظرك هل هتكون الفرص وخضوص طلاقة على الجيش النهاردة أكبر أم سيناميكات ليبترا؟ لا بصي مبراطة النهاردة مبراطة ستة نقاط وفي اعتقادي ان كل واحد فيهم عملوا ان لو خاتل تلات نقاط بالنسبة له دو كده معناها بقاءه في الدول حتى لو طلع الجيش عمل نتاج مش إيجابية في كاس مصر من وجهة نظري يمكن التركيز كله رايح في السكت الدولي لان المرحلة اللي هم فيها دي مرحلة شديدة صعوبة بصراحة والضغط وعبء كبير جدا على أي لعيب واعتقد هتأثر بشكل بيد على الفنيات يعني النهاردة التخيل انه ممكن تكون ماتش النهاردة إسراميكا مستنين ثلاث نقاط وطلع الجيش مستنين ثلاث نقاط يتمنوا لكن كمان عندنا الإسماعيلي مستنين نتيجة اللقاء ده عندنا أسوان غازل محلة مستنين نتيجة اللقاء ده المنطقة اللي هم فيها دي الحياة ضغطة على الجميع زي موتيك هتأثر على نواحي فنية بشكل كبير جدا الشكل مبراطة النهاردة ممكن تروح في سكة الفرصة الواحدة لأن كل واحد يبقى هدفه في الأول أنه هو ما يخسرش اللي بقى يغامر واللي عنده الثقة ممكن يكون هو اللي حصوص تبقى أعلى لكن ممكن لو استقبل هدف في توقيت صعب ممكن يفرق معاه لكن طلع الجيش هيعمل انتفاضة كبيرة كابتن عبدالحاميب بسيوني ست نقاط ألب وموازين وحسابات وآخيرة الجدولة الدولة كله صحيح مش بسطلع الجيش والحياة دخلهم تاني في السباق وأحيالهم الأمل بشكل كبير ولغبط كل الفرق اللي معاه يعني لو كانت الأمور مشت بطرقة تانية كان ممكن فرقة كتيرة استراحت لكن هو ضغط على معظم الفرقة تانية